أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى توقعات أحوال الطقس عن حالة الطقس المتوقعة لنهار اليوم بحول الله الاضطراب الذي شهدنا يعني أمسية الأمس على المدن الساحلية الوسطى للوطن سيمتد خلال الصبيحة على المدن الساحلية الشرقية للوطن وسيكون مرفق بأمطار خلال الصبيحة ستكون على شكل أمطار متفرقة أما على باقي الولايات الشمالية الوسطى وصولا بالمتفعات الداخلية الشرقية للوطن الأجواء فيها ستبقى نوعا ملبدة ولكن بدون فعالية هذا مع أصبح إن شاء الله في انتظار قدوم اضطراب جو آخر بداية من الأيام القليلة القادمة أما على الجهة الشمالية الغربي فالأجواء فيها تقريبا ستبقى من غائمة جزئيا إلى صافية على العموم نفس الشيء سيميز الجهة الجنوبية معه بوبريه تبقى قوية نسبيا ستصل إلى 75 كم في أسعة على منطقة الواحات وصولا بوسط الصحراء مما سيعمل على تشكل زواب عاملية ورداء في الرؤية ولكن درجات الحرارة المسجلة لينهار اليوم بحول لا ستعرف نوعا ما تراجع مقارنة بالأيام الفارطة على المدن الساحلية الوسطى وصولا بالغربية إن ستتراوح في درجات الحرارة ما بين 21 إلى 22 درجة كذلك سنسجل 21 على المرتفعات الداخلية الغربية أما على الجهة الشمالية الشرقية فدرجات الحرارة ستبقى نوعا ما مرتفعة أين ستصل إلى 28 أو 29 درجة خلال الظاهرة يعني على المدن الداخلية القرمناء السواحل الشرقية أما على السواحل كذلك المرتفعات تتراوح في درجات الحرارة ما بين 25 إلى 26 بالنسبة للجهة الجنوبية شمال صحراء وصولا بوسط الصحراء كذلك أقصى الجنوب تقريبا درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 25 إلى 44 درجة و44 يعد كأعلم القياس سيكون دائما بعين كزام فيما يخص حالة طقس المتوقعة لأمسية اليوم إن شاء الله بالنسبة لأمسية اليوم اضطراب جوي كما قلنا سيتحق بالجهة الشمالية للوطن ولكن سيكون نوعا ما متوسطة الفعالية يعني كمية الأمطار المحتمى تسقطها لا تفوق 25 مم محليا وسيميز بدرجة الأولى الجهة الشمالية الشرقية للوطن ويمتد نحو الوسطى كذلك الغربية وسيكون نوعا ما أقل حدة فيما يخص الوسطى والغربية مقارنة بالجهة الشمالية الشرقية أما على باقي الولايات الشمالية الأجواء فيها ستبقى ملبدة نوعا ما ولكن بدون فعالية نفس الشيء سيميز الجهة الجنوبية الشرقية كذلك الغربية للوطن ولكن على إليزي وصولا بالهجر وتاسل كذلك أقصى الجنوب نوعا ما ستشهد هبوب رياح تبقى قوية نسبيا كما قلنا سرعتها تتراوح ما بين 60 إلى 75 كم في الساعة مما تمتد كذلك نحو وسط الصحراء خلال ليلة اليوم إن شاء الله بما سيعمل على تشكل زوابع رمضية أما درجات الحرارة دائما ستبقى نوعا ما مرتفعة على الجهة الجنوبية للوطن أما على الجهة الشمالية ستبقى نوعا ما موسمية أين سنسجل درجات حرارة لا تفوق عن 15 درجة فيما يخص المدن الساحلية أما على المدن الداخلية وصولا بشمال الصحراء نوعا ما درجات الحرارة فيها ستتراوح في انتظار الصورة درجات الحرارة فيها ستتراوح نوعا ما ما بين 8 درجات إلى 14 أو 20 درجة كما قلنا على المرتفعات الداخلية للوطن كذلك شمال الصحراء أما على تندوف مرورا بواسطة الصحراء وصولا بالهجار وتسيل درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 12 إلى 22 درجة و23 سنسجلها بأقصى الجنوب وتعاد كأعلى مقياس فيما يخص حالة البحر إن شاء الله البحر تقريبا خلال صباحة سيبقى نوعا ما قليل الاتراب إلى هادئ ولكن بداية من ظاهر البحر تماما سيبقى هادئ على طول الشريط الساحل وسرعة الرياح لا تفوق الـ 25 كم في الساعة واستبقى تحت تيارات الشمالية غربية إلى شمالية شرقية بالملاحة وصيد البحر وصلنا إلى نهاية النشر الجوية لنهار اليوم عن وقت غروب الشمس بين جزائر العاصمة وضواحية إن شاء الله سيكون على الساعة السابعة وتسعة وأربعون دقيقة أشكركم على طب الإصغاء والمتابعة سأفتركم في أمان الله